هنروح بعد كده لبطولة العالم للشباب للمصارعة المصارعة برضه زي ما قلت لحضراتكم بيحاول يعملوا جيل جديد بيحاولوا يعني يخشوا تاني على الخريطة العالمية احنا المصارعة من ايام كرم جابر حقيقة بوجي وكده بعدنا فاكرين انتو كرم جابر حقيقة انا كرم جابر انا فاكر له لما اخد الماديليا في اسينة ماديليا ألومفية انا فاكر كويس اللقطة دي ما بتروحش انا بس عايزة شركة مع حضراتكم لما جاي كسب خد الماديليا ادها في الأولمبياد فمدربه جاي يجري عليه انا فاكر اللقطة دي كويس امشال مدربه واخده في البساط اه في يعني فهو طبعا يعني بعمل حركة معاه فده كان الاحتفال انهم اللي بيحتفلوا مع بعض بياخد نقطة منه فمن ايام كرم جابر ومن ايام بوجي احنا الحقيقة ما عندناش اسامي في المصارعة نورت خليكم فاكرين الاسم ده مصطفى حسين مصطفى حسين ماشي على خطة كرم جابر والحقيقة نتمنى له كل التوفيق اكبر دليل انه خد زهبية بطولة العالم للشباب المصارعة ودي حاجة صعبة جدا الله اكبر عليه يعني دي صورته مصطفى حسين لعب منتخبنا الوطني للشباب المصارعة الرومانية واللي قدر من اللحظات انه يفوز بزهبية بطولة العالم اللي شغلها دلوقتي في العاصمة الاردنية عمان في الفترة من 12 ال 21 اغسطس الف مبروك يا مصطفى مصطفى كسف بالنهائي على بطل ارمينيا بنتيجة 4-2 في المنفسات وزن تحت 67 كيلو جرام يمكن ده الجديد كرم جابر كان في وزن كبير فوق 90 انما مصطفى في وزن 67 ما كانت شلينا كتير تواجد في الوزن ده مصطفى كان بدأ مشواره الصاحق بعد الفوز على بطل كرواتيا بعدم التكافؤ 8-0 في الدور 32 وبعد كده فاز على بطل اذربيجان زي ما قلتلكم الدول جان دي وكردستان يعني كويسين جدا في المصارع فاز على بطل اذربيجان ب7-5 بنتيجة صعبة في دور ال 16 وده كلماتش مهم ليه في ربع النهائي ده يكسب بطل تركيا أيضا بعدم التكافؤ 9-0 كان نتيجة كبيرة قوي وبعد كده فاز على بطل ايران 9-4 يعني مشواره ما كانش مفروش بالورد يعني وبعد كده طبعا وصل وده المديرية التانية لمصر في البطولة بعد بنوزية فكر عيسى واللي حققها في منافسات وزن فوق 130 كيلو أيها الأوزان دي دي الأوزان بتاعت مصر 130-90 دي الأوزان اللي يعني حتى تلاقينا في الألعاب الكتير بتلاقي أوزان يمكن احنا لما يعني حتى في كمال أجسام هتلاقينا في الوزن المفتوح هتلاقينا مكسرين الدنيا طبعا وفاز فكر عيسى بيها بعد فوزه على بطل تركيا من نتيجة 3-1 ألف مبروك للمصرعة المصرية نتمنى إن شاء الله الاستمرار على ده لغاية ما نوصل بإذن الرحمن لباريس عشرين 24 وناخد مديريا حماشين كويس في الألعاب المهمة يعني يمكن رفع الأثقال مهم جدا نركز فيها المصرعة عندك كمان الخماسي عندك يعني في ألعاب كده الرماية ممكن عزمي محلبة يفجر مفاجئة لو زبطت معانا في باريس عشرين 24 لو زبطت معانا هتبقى مفاجئة أنا رأيي كده لأن بالنتاج اللي أنا شايفة على المستوى الألعاب الفردية خاصة أنت صعب تجيب مديريا في الألعاب جماعية خليناكم بقى منطقين أسبانيا مش سايبة لحد حاجة أسبانيا يعني زي يقولوا وقلة الأخضر واليابس في كل الألعاب سلة هتلاقيها يد هتلاقيها معرفش طايرة أخبارهم بس لا طايرة لأ يعني أسبانيا الحقيقة دخلين جامد في أوروبا فمش هيدوك نفس بعد أمريك إنما في الألعاب الفردية لأتقضى